يعني إذا كنا نتحدث عن حجم وحضور القضايا العربية أو الشرق أوسطية في الانتخابات الأمريكية والتغيرات المحتملة أو الاستمرار المحتمل سننقش في قرارات قادمة لكن دعني أسألك دكتور عصام عن الجاليات العربية والشرق أوسطية في هذه الانتخابات تقليديا هي كانت في انتخابات سابقة أين ومع من؟ الجمهوري أم الديمقراطي واليوم هي أميل أيضا لمن؟ ترامب أم بايدن تحياتي لحضرتك وشكرا على الاستضافة ورديوبك الكرام ولمشاهدي قناة الغد سؤال حضرتك سؤال مهم جدا لأنه يعني نادرا ما يسأل عن تأثير الجاليات العربية والشرق أوسطية بشكل أوسع في هذه الانتخابات طبعا إحنا لدينا في حدود أربعة ونص مليون مسلم عربي يمتد إلى أربعة مليون مسيحي من الشرق الأوسط وبالتالي هؤلاء قوة ضربة إذا وظفوا أنفسهم في التصويت لأن لدينا بالمقابل ستة مليون يهودي تقريبا في الولايات المتحدة قوتهم التصويتية أو كتلتهم التصويتية أعلى بكثير من قوتهم العددية يعني بمعنى أننا نجد أنه أربعة ونص مليون مسلم من العالم العربي وأفريقيا وأسيا قد يذهب منهم مليون مثلا أو اتنين مليون بينما نجد في اليهود على سبيل النساء تسعين في المية بيذهب منهم للتصويت وبالتالي بيصل عددهم إلى أربعة في المية كقوة تصويتية بينما هم عددهم فعليا داخل المجتمع الأمريكي اتنين مليون فهذه مسألة تحتاج إلى ضبط ما تم عدد الذين سيصوتون في الجال لكن يعني غالبية مسيحية الشرق الأوسط على سبيل المثال بيصوتوا للجمهوريين مثل ترامب المسلمين ينقسموا إلى قسمين قسم بيذهب إلى ترامب وأقصد هنا المسلمين المعتدلين من بلدان مثل مصر السعودية دول الاعتدال كما يقال والنصف الآخر غالبا بيذهب إلى الديمقراطية ولذلك أتصور أن المسألة ستكون في هذه الانتخابات حاسمة بمعنى أن نسب الذين سينزلون إلى هذه الانتخابات ويصوتون بالفعل ستتحكم في نجاح مرشح عن آخر لا سيما أن هذه الانتخابات دعني أقولها بمنتهى التحديد هي ما بين مناصر ترامب وما بين رافض ترامب ولكن المسألة لا علاقة لها ببايدون من قريب أو بعيد رغم أنه المرشح الذي يقف أمام ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر